وينضم إلينا في الستيديو الكاتب السياسي محمد جميل أحمد أهلا بك أستاذ محمد معنا في هذه النشرة وأبدأ معك أستاذ محمد يعني تتوقع من السودان أن تسلم عمر البشير إلى المحكمة الدولية أهلا وسهلا وشكرا للصدافة هذا ما تم الاتفاق عليه بين مجلس سيادي وبين حكومة حمدوك مجلس الوزراء وهو كذلك ما تم الاتفاق عليه في التفاوض الذي تم في ممبر جوبا حيث أعلن ناطا الرسمي باسم موفد الحقوبة الأستاذ محمد حسين تعيشي عضو مجلس السيادة بأنه قد تم تضمين مصول البشير لمحكمة الجنائية الدولية في الاتفاق الذي كان بين الجفة السورية وبين الحكومة السودانية نعم أنت تحدث أنه تم الاتفاق اتفاق أنه يسلم البشير إلى المحكمة الدولية ولكن البرهان في تصريحه لم يأتي باسم البشير خلال حديثي عن تسليم المطلوبين لمحاكمة تسليم المطلوبين عادة إذا يقال تسليم المطلوبين هذا يعني أنه يتبادل لزهن البشير على رأسهم ولكن رئيس هذا رئيس السودانية هو رئيس هذا الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير إعلام فيصل محمد صالح قبل يومين تحدث صراحة بأنه قد تم الاتفاق تماما بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء وكذلك المجلس أعلى للسلام مجلس أعلى للسلام الذي يضم أعضاء مجلس السيادة ويضم أعضاء حكومة يعني هذه الخطوة هي خطوة غير مسبوقة ما مدى جدية هذه الخطوة بسرعة هذه خطوة جدية جدا ومهمة جدا لأن البشير أقدم على جرائم حرب وعلى جرائم ضد الإنسانية في دارفور ويجبل النوبة وهذا هو استحقاق العدالة هذا استحقاق العدالة الذي لا بد منه وهذا هو مطلب الضحايا ضحايا في جفة سورية الذين تم تقتلهم وهم بالآلاف حتى البشير كان قد صرح رسميا بأنه قتل عشر آلاف ضحايا دارفور الذين قطلوا في دارفور عشر آلاف لكن تغارير أمم المتحدة وتغارير الدولية تفيد بأنه من تم قطل في دارفور ثلاثمائة ألف في دارفور طوال حرب الأهلية من عام 2003 نعم طب عنده تسليم البشير وأنت تعلم أنه يمثل تيار داخل السودان ما تتخوفون أن يكون هناك ردة فعل من هؤلاء من هذا التيار الذي الذي يمثل لمثل البشير يعني ما يسبب بلبلة مشاكل داخلية لن يكون هناك الدفع لأن البشير تمت محاكمته السودان طيب ثم أن الشعب السوداني لقد قام بصورة كبيرة جدا ضد البشير أصلا يعني والبشير لاعب دورا في تقسيم السودان وحتى الآن حتى الآن صحيح الصورة قامت وتمت الصورة لكن حتى الآن في حاجة ما تسمى بلجانة أمنية يعني الآن في ولاد عسكريين في السودان يعني يشتغلون في تنفيذ بعض المهام ضد إرادة الشعب السودان طبعا وحدثت في برسودان في البار أحمر حصل حرب أهلية وقتطال أهلي نعم وكان اللجنة الأمنية بطرطة فيها ومحاكمة من البشير وتستمر الجنائيات النولية هذا يؤدي إلى تحجيم أدوار أو إلى خوف من هم الآن الحزب حزبه حزبه والذين تورطوا معه طبعا الغائمة بتاع الجنائية تضم البشير وتضم عليك وشيب وتضم عبد الرحيم أحمد الحسين كم عددهم؟ تقريبا الآن هم خمسين طبعا بصورة عامة لكن أنا حتى وجرام دون إنساني أربعة عليك وشيب وأحمد هارون اللي هو كرئيس الحزب وعبد الرحيم أحمد حسين اللي هو كموزير الدفاع وعلى رسم البشير طيب إذا سلم إلى المحكمة الدولية كيف ستنعكس هذه الخطوة على الداخل السوداني؟ هذه الخطوة أطلا هي تلعب دور في تأمين الوضع للسودان لأن الجبهة السورية تأمين الوضع لأمني أي نعم يعني بمعنى آخر أن الجبهة السورية التي حملت السلاح وهي جبهات كثيرة يعني في دارفور وفي الأذرق وحتى في شقة السودان هذه الجبهات التي حارفت البشير على مدى سنوات طويلة لا يمكن أبدا أن تطمئن إلى إقرار السلام في السودان إلا من خلال الاتفاق على 30 بشير الجناية الدولية ولقد تم الاتفاق الآن بين وابد الحكومة وبين الجبهة السورية وكذلك تم الآن قبل ويومين الاتفاق بين المجلس السيادي وبين مجلس الزراء نعم كان معي في الاستيديو الكاتب السياسي محمد جميل أحمد شكرا جزيلا محمد على هذا التوضيح وعلى هذا التفصيل على هذه المعلمات شكرا جزيلا